يشرع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحة ابتداء من الاثنين في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أشار إلى أن زيارة الفريق أول سعيد شنغريحة تأتي بدعوة من رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا مضيفا أنها تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الشيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات المسالحة الرواندية المصدر ذاته ذكر أن الطرفين سيتباحثان المسائل ذات الاهتمام المشتركة